موسيقى تحياتي وإهلا بيكو في حلقة جديدة من سلسلة المكتبة والنهاردة معدنا مع كتاب The Almanac of Naval Ravikant الكتاب ده عبارة عن خريطة وجايد لأي شخص بيحلم إن هو يكون غني مادياً بيشرح لك بطريقة عملية مبسطة إزاي إن الغنى ده هو عبارة عن مهارة تقدر تكتسبها ملوش أي علاقة بالحظ والدليل على كده إن لو الشخص اللي حيتابع الخريطة دي لو حطيته في أي بلد في العالم طالما بيتكلم لغة البلد دي إلى حد ما يقدر إن في خلال خمس أو سبع سنين يكون شخص غني يلا بينا نخش في الموضوع الكاتب بيشرح لنا إن الغنى ملوش أي علاقة بكم الشغل اللي الواحد بيشتغله يعني ممكن يكون شخص بيشتغل 80 ساعة في الأسبوع 365 يوم في السنة ولكن مع ذلك مش هيكون غني لإنه موظف الغنى مرتبط بإنت بتستغل وقتك في إيه بتعمل إيه بالوقت ده بتعمله مع مين وكمان بتعمله إمتى وبالتالي الكتاب في بدايته بيركز على سؤال مهم جداً وهو إنت ناوي تستغل وقتك في إيه إيه الشغلانة اللي إنت عايز تقضي بيها بقية حياتك إيه الحاجة اللي إنت تستمتع بيها تقدر تقضي فيها وقت طويل جداً بدون ملل أو كلل وللأسف في ناس كتير ما بتعرفش تجاوب على السؤال ده وبتقضي سنين عمرها في وظيفة طبعاً مجرد إنها بتغطي المصاريف المطلوبة ولكنهم ما بيعرفوش يوصلوا لمرحلة الغنى وهنا الكاتب بيشرح لنا إن الباشن أو العاطفة الكبيرة ناحية الشغل دي بتيجي بعد ما بتبدأ الشغل مش بتكون موجودة قبل الشغل اللي إنت بتدور عليه بمعنى إن وإنت صغير في السن لسه متخرج جديد لابد تجرب وظائف كتيرة تخش في مجالات متعددة لغاية ما تعرف وتلاقي الحاجة اللي الباشن بتاعتك موجودة فيها مش هتعرفها غير لما تجرب مش هينفع تقول آه أنا دلوقتي بحب كذا فهشتغل طول عمري في كذا ممكن تبدأ الشغل في الكذا دي وبسرعة تكتشف إن هي ما كانتش مناسبة بالنسبة لك وتبقى ضيعة وقت فيها يبقى العملية بالنسبة لنا معكوسة الأول الواحد يجرب حاجات كتير جدا ما يقولش لأ لأي فرصة تيجي لغاية عنده يجرب حاجات كتيرة في نفس الوقت لغاية ما يبدأ يشوف نتيجة الشغل والتجربة دي هل فعلا بتديله باشن يقدر بعد كده يستغلها ويعرف بالزبط إيه الحاجة اللي هيكمل فيها ولا بتسبب له زهق وملل وبالتالي يبعد عنها ويغير الكارير نفال طبعا بيأكد إن الموضوع مالوش أي علاقة بالحظ أنت بالزبط كده محتاج تلات مهارات لو ركزت فيهم كويس وطبقتهم في حياتك تأكد إنك هتوصل للهدف المادي اللي أنت بتوصله طبعا في وجود الصبر لأن الموضوع ما بيحصلش في يوم وليلة بياخد سنين من الشغل ولكن سلح نفسك بالتلات حاجات دول أولهم طبعا هو إن يكون عندك specific knowledge يعني إيه specific knowledge؟ يعني يكون عندك خبرة متعمقة في موضوع ما ويستحصل إن يكون الموضوع ده مفهوش منافسة كبيرة من المجتمع اللي حواليك للأسف ال specific knowledge دي أوليها المعرفة الخاصة ما بيجيش من خلال التعلم في المدارس السنة والجامعة التعليمي العادي اللي كلنا مرنا به ولكن بتيجي نتيجة تدريب لساعات طويلة جدا تحت إيد واحد متخصص إنك تشوف واحد ناجح جدا في مجال معين وتقعد تتعلم منه وتدرس تحت إيده لساعات طويلة لغاية أما أنت تشرب وتاخد المعرفة الخاصة دي وعشان تسهل الموضوع على نفسك شوية دور على الحاجة السهلة بالنسبالك الحاجة اللي أنت حاسس إن أنت كنت موهوب فيها وإنت صغير يعني حدي لك كذا مثال لو فرضنا مثلا إن أنت وإنت صغير كنت بتلعب فيديو جيمز كتير أو كنت شاطر قوي وتقعد ساعات طويلة في حكاية الفيديو جيمز فده معناه إن أنت ممكن تكون شاطر جدا في موضوع الجيم ثيري وإنك إزاي تحط استراتيجيات لأي بيزنس موجود قدامك طيب لو فرضنا مثلا إنك كنت بتحب تبني حاجات بالمكعبات أو بالخشب أو بأي حاجة موجودة حواليك يبقى أعرف إن ممكن يكون عندك موهبة في المجال الهندسي وتقدر تبدع أكتر فيه طيب لو إنت من النوع اللي كان بيعرف يبدل سندوتشاته اللي هو مش عجباه مع صحابه في المدرسة بسندوتشات تانية أو بحاجات تانية أو ياخد كراسة من واحد مقابل كراسة تانية أعرف إن أنت قد تكون جدا موهوب في مجال الماركتينج والسيلز وإنك بتعرف تبيع أي حاجة تحت إديك طب ولو إنت بقى كنت بتقعد تنم على صحابك في المدرسة وتقعد تتكلم بالساعات وتقول فلان عمل وفلان سوى فقد تكون إنت موهوب في مجال الصحافة وممكن تستغل موهبتك دي فإنك تكون صحفي شاطر نفال طبعا بينصحنا كلنا إن إحنا ندور على حاجة غريبة حاجة بره المعتاد مفيش فيها منافسة كبيرة من المجتمع اللي إحنا عايشين فيه يحاول الشخص إن هو يكون متخصص جدا في الحاجة دي علشان الناس كلها تجيله هو وما يبقاش فيه ميت واحد بيعملوا نفس الحاجة تاني سلاح بيتكلم عنه الكاتب واللي أنا استفدت فعلا بالموضوع ده جدا في حياتي هو موضوع أو السيطرة أو النفوذ أو التأثير تخيل معايا المثل الرياضي المشهور اللي كنا بنسمعه زمان واللي كان بيقول اديني بس أي عصاية طويلة وأنا أقدر بيها أحرك لك الأرض كلها ده بالزبط فكرة إنك تستعمل حاجة في إيديك علشان يكون ليك نفوذ وتأثير كبير على المجتمع اللي إنت عايش فيه وأول نوع من أنواع هو العمالة الليبر ودي طبعا أقدم نوع من أنواع أو من أنواع النفوذ وهي إن يكون أنت مشغل ناس كتير تحتيك زي مثلا الحكومة عندها موظفين كتير أو مثلا يكون صاحب المزرعة معين فلاحين كتير بيشتهلوا في المزرعة دي وبيستغل وقتهم عشان هو يحقق أرباح مادية كبيرة يبقى العامل بيحط وقت في المزرعة علشان صاحب المزرعة هو اللي يستفيد ودي طبعا مشاكلها كبيرة لأنها بتحتاج إنك تدير العمالة دي ودائما باستمرار تحاول تحللهم مشاكلهم اللي هما بيجو لك بيها تاني نوع من أنواع هو الفلوس إن أنت تستغل الفلوس اللي معاك أو فلوس الناس اللي حواليك عشان تحقق أرباح أكتر ودي ظهرت طبعا يمكن في المئة سنة اللي فاتوا وأكبر مثال عليها مثلا واحد زي وارين بافت أو ري داليو إن يكون عندك فلوس كتيرة في شركة بالبلايين بتعمل بيها استثمارات لو بتعمل استثمار بمليون واحد بالزبط زي ما بتعمل استثمار بمية مليون نفس الوقت اللي أنت بتحطه في الاستثمار ده بيدي لك عائد أكبر لأنك استعملت بتاعت الفلوس الكتيرة اللي في إيديك وطبعا إدارة الفلوس أسهل بكتير من إدارة العمالة أو البشر لأن الفلوس مش هتيجي في يوم تقولك أنا عيان أو أنا عايز أخد يوم أجازة الفلوس تحت إيدك وتحت تصرفك باستمرار تالت وأهم نوع من أنواع هي المنتجات الحاجات اللي أنت تقدر تقضي وقت عشان تخلقها ولكن وانس إن انت خلقتها عشان تكررها بعد كده ما بتاخدش منك أي مجهود زي مثلا الكاتب اللي بيكتب كتاب وبيقضي شهور مثلا أو سنين من عمره لغاية أما يخلص الكتاب ده إن الكتاب ده بعد كده يوصل لشخص واحد أو لمليون أو عشرة مليون شخص ما بياخدش من الكاتب أي مجهود زيادة لأن هو حط المجهود كله في الأول وعمل المنتج يقدر بعد كده يكرره أو يوزعه على عدد كبير من الناس بدون أي مجهود نفس الكلام لو تخيلنا أن حد كتب كود عمل مثلا تطبيق معين على التليفون التطبيق ده ممكن بعد كده ينزله مليون واحد أو عشرة مليون واحد ويدفعوا له مقابل الخدمة دي مقابل الشغل اللي هو يشتغله أوريدي ما بيحتاجش يحط عليه أي مجهود زيادة وطبعا الأمثالات كتيرة اللي بنشوفها دلوقتي ناس زي مارك زاكربيرج أو إيلان ماسك الناس دي كلها خلاص اشتغلت وخلقت المنتج اللي هو بعد كده سهل تكراره وبيستعملوا المنتج ده كلافريج إن هما يوصلوا لبلايين الناس في المستقبل زمان وقبل اكتشاف موضوع اللفريج ده كان الشخص ممكن يشتغل 8 ساعات في اليوم وياخد مقابل شغله 8 ساعات دول كان المقابل بالزبط على قد المجهود اللي الواحد بيحطه ولكن بعد اكتشاف فكرة اللفريج ممكن تشتغل 8 ساعات ولكن المقابل يكون كبير جدا ويخليك توصل لمرحلة من الغنى والثراء أكتر بكتير من أنت كنت متخيل نتيجة إنك استعملت الفكرة بتاعة التأثير أو السيطرة أو النفوذ اللي هي بنقول عليها لفريج وتالت سلاح بيكلمنا عنه الكاتب هو أو المسئولية والمسائلة لازم تبعد تماما عن فكرة إنك تكون موظف في مكان ما كل مسئوليتك إنك بتروح تحط وقتك وتاخد مقابل الوقت ده دخل مادي لازم تكون أنت جزء من البزنس ده لازم تكون مالك ولو حتى مالك جزئي للبيزنس ده عشان البزنس ده لو كسب أنت تكسب معاه وكمان لو خسر أنت حتخسر معاه بس لازم تحاول على قد ما تقدر إنك تكون أنت قائد السفينة ده لو بتحلم إنك تكون غني وعندك فلوس كتيرة في المستقبل لو أنت مقتنع بالدخل المحدود اللي أنت بتعمله واللي هو يدوب بيغطي مصاريفك وبايز إيدك وش وضهر ما فيش أي مشكلة كمل وخليك موظف زي ما أنت لكن لو عايز تبقى غني ويبقى عندك فلوس كتيرة لازم تبقى مستثمر لازم تبقى صاحب البزنس لازم تبقى مشارك في قيادة السفينة وبتاخد قرارات القرارات دي ممكن تدور عليك ربح مالي كبير في المستقبل وناخد مثال سريع يوضح الفكرة تخيل معايا إن في عامل بيروح يشتغل مثلا في شقة نقاش أو نجار طبعا ما عندوش specific knowledge أو معرفة خاصة كبيرة في مئات النجارين أو النقاشين اللي بيقدروا يعملوا الشغل ده وكمان مفيش عليه accountability عالية يعني في النهاية هو شغال مع مقاول هو اللي بيقوله تروح المكان الفلاني تعمل الشغل الفلاني وتروح الساعة كذا فهو مش مسؤول قدام صاحب البيت أو صاحب المشروع كمان العامل ده مفيش في إيده طبعا أي leverage أو أي تأثير لأنه ما بيملكش أي حاجة غير ساعته اللي بيبيعها للمقاول وبياخد مقابلها مرتب عشان يغطي بيه احتياجاته ومصاريفه طيب لو طلعنا خطوة الفوق واخدنا المقاول الشخص اللي هو بيروح يتعاقد على الشغل مع أصحاب الشواء أو البيوت ويقول لهم مثلا المشروع ده هيكلفكم مثلا خمسين ألف جنيه فطبعا ياخد هو المبلغ ده يدفع المرتب بالساعة أو باليومية أو حتى بالشهرية للعمال اللي عنده وياخد هو بقية الفلوس ربح ليه بدون ما يشتغل أي حاجة بإيديه طبعا ده بيحتاج شوية من المعرفة الخاصة بالspecific knowledge إنك إزاي بتتعامل مع الزباين وتكسبهم وتجيب شغلة أكتر كمان فيه شوية من accountability أو المسئولية قدام الزباين بتوعك إنك دايما سمعتك دي على المحك زي ما قلنا فلازم يتطمنه أو تتطمن إن يكون الشغل اللي طالع من تحت إيديك كويس وكمان آخر حاجة هي إن عندك شوية من أو شوية من النفوذ بالعمالة اللي عندك كل ما كان عندك عمال أكتر كل ما أخدت شغل أكبر وعملت رابح أكبر طيب لو طلعنا بقى كمان مستوى الفوق واخدنا شركة المأولات الكبيرة اللي هي عندها مأولين كتير والمأولين دول عندهم عمال كتير الشركة دي بتاخد حتة أرض كبيرة جدا سواء من الحكومة أو في القطاع الخاص وتبني عليها مئات أو آلاف الوحدات زي ما طبعا بنشوف شركات كبيرة مشهورة في مصر زي طلعت مصطفى وغيرها الشركة دي طبعا عندها specific knowledge عالية جدا لأن هي بتعرف في القوانين بتعرف في الحكومة بتشتغل إزاي بتعرف تتعامل وتوصل للأشخاص المزبوطين جدا اللي حيدوها الشغل ده دي specific knowledge مش موجودة طبعا عند الناس كتير accountability بتاعتهم عالية جدا لأن هما مسؤولين بقى دلوقتي قدام حكومات مش قدام أشخاص وكمان leverage بتاعهم عالي جدا لأن هما بيعرفوا ياخدوا قروض عالية جدا من البنوك يسددوها بعد كده فمعاهم فلوس يقدروا يدفعوا ويسدوا على مصاريف المشاريع دي كلها طيب نطلع كمان بقى level 4 أو المستوى الأخير وهو السندوق الاستثماري اللي بيستثمر في قطاع الانشاءات في أي بلد الفند اللي هي الناس بتستثمر فيها فلوس والسهم بتاعها بيعلى وينزل حسب متغيرات السوق طبعا الفند دي بتحتاج specific knowledge عالية جدا في الstock market ومجال الاقتصاد والfinance ومجالات تانية طبعا متعلقة كتير جدا وعندهم كمان طبعا مسئولية وaccountability عالية جدا مش بس قدام الحكومة اللي هما بيتعاملوا تحت القوانين اللي هي بتحطها ولكن كمان قدام كل المستثمرين الناس الكتيرة اللي بتدفع فلوس في السهم ده وتالت حاجة إن هما طبعا highly leveraged أو عندهم نفوذ وتأثير وسيطرة كبيرة جدا لأن هما بيستعملوا ملايين الناس أو فلوس الناس الكتيرة اللي بتشتري السهم بتاعهم أتمنى يكون المثال ده وضح الفكرة دولة التلات أسلحة اللي لازم كلنا نتعلم أهمية إن احنا نتسلح بيهم في بداية السلك الوظيفي أو العمل الوظيفي بتاعنا عشان نقدر نوصل لمركز مادي مستريح جدا أو نوصل لمرحلة الغنى اللي الشباب كتيرة بيحلموا بيها أتمنى لو عجبتك الحلقة إنك تدوس لايك وتعمل سبسكرايب وكمان شير لو تقدر وأشوفكم في الحلقة الجاية سلام اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر